موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين في كل مكانا بكم في نشرة الأخبار الرئيسية وهذه عنهم تجسيدا لمصار الرقمنة وعصرنة المرفق العمومي استحداث التطبيقية الوطنية للحالة المدنية باستغلال خصائص بطاقة التعريف الوطنية البيومترية موسيقى وجامعة وهران تتعزز بأربع منصات رقمية لإضفاء نجاعة أكبر على التسيير والتحصيل موسيقى ودعم لصناعة العتاد الفلاحي أبواب مفتوحة بسيد بالعباس لتحديث المكننة والتواصل مع المهنيين موسيقى وموسم الحصاد ينطلق بتميمون وسط توقعات بمحصول وافر موسيقى دوليا في السودان تجدد الاشتباكات وسط العاصمة الخرطوم رغم الهدنة الجديدة المعلمة وتواصل موجات النزوح الجماعي نحو دول الجيو موسيقى في رياض المتخب الوطني للناشئين يواجه في هذه الأثناء نظيره الكونغولي بملعب نيلسون مانديلا في مباراة مصيرية لحسم ورقة التأهل للدور المقفل موسيقى تم استحداث التطبيقية الوطنية للعائلات على مستوى سجلات الحالة المدنية باستغلال خصائص بطاقة التعريف الوطنية البيومترية برامج لوزارة الداخلية تطبق في ثلاث بلديات نموذجية يلبويرا جيجل سعيدة تفاصيل أوفا في هذه الورقة مع فوزيتاش لن يكون هناك داعم بعد الآن من استخراج الشهادة العائلية بالدفتر العائلية يكفي أن تكون بطاقة التعريف الوطنية البيومترية حاضرة في استخراجها ثلاث ولاية نموذجية من بينها ولاية تسعيدة تعمل بهذا النظام الرقمي في انتظار تعميمه مستطعنا أن يخرج الأوراق التعريف الوطنية هذا إجراء يثمن ونتمنى إن شاء الله أنه وزارة الداخلية والمصالح البلدية وغير هالمصالح التابعة للوزارة الداخلية أنها تطورنا و تحسننا من الرقمنا إن شاء الله هذا الوبيراسوني دروان تبلي حاجة زينة وتسهل للمواطن لكي يروح يخرج في الوطنية بطاقة التعريف لا يجب أن يكون رافية على العام الدفتر العائلي رانا كم يقول لك تعالى الحالة المدنية الحمد لله رانا خفيف ضوكات هنينو كل ما يتعلق بالعائلة من معلومات يعني من ناحية عقد الزواج من ناحية معلومات الزوجة الأطفال تم ترقمناته على طريق هذه العملية يعني فيها شيء إيجابي للمواطن كونه ما يضطرش أنه يحمل معاهد دفتر العائلي في أي عملية توجه لمصالح الحالة المدنية أو عملية سفر السحدات التطبيقية الوطنية للعائلة ضمن خصائص بطاقة التعريف الوطنية نظام رقمي لحفظ بيانات الشخصية تعمل عليه إطارات جزائرية كوف في مدرية الوتائق والسندات المؤملة ضمن مساعي وزارة الداخلية في عصرانة ورقمنة السجلات الحالة المدنية مهمتنا الأساسية هي تطوير مختلف البرامج والتطبيقات على مستوى البلدية لتستعمل بطاقة التعريف الوطنية تطوير تطبيقية للولوج إلى تطبيقية الحالة المدنية وتحديد المعلومات ومعطيات الحالة المدنية للمواطن والتي تسمح مستقبلا للقطاعات المعنية والمواطن باستدهار بطاقة التعريف الوطنية كبطاقة الحالة المدنية دون لجوء إلى الدفتر العائلي هذه العملية ستحافظ على الخصوصيات البيانات على المواطنين والولوج يكون بصفة آمنة وجميع العمليات التي يقوم بها ستكون في قاعدة بيانات حيث يمكن تطلع عليها فيما بعد نظام رقمي سيسمح بتحسين الخدمة العمومية وتسيير مصالح الحالة المدنية بطريقة سلسة وسريعة تسهيلا للتعاملات الإدارية وذمن برنامج استحداث المنصات الرقمية تدعمت جامعة وهران واحد أحمد بن بلة بأربع منصات رقمية منها منصة تتبع المصاري العلمي للطالب وهو ما من شأنه تجسيد مبدأ الفعالية والنجاعة في قطاع التعليم العالي محمد سلمي لن يضطر كل من الشبين محمد وبالقاسم خريجة كلية الطب للقدوم إلى نيابة جامعة وهران واحد أحمد بن بلة بشكل متكرر وهذا بعد استحداث منصة رقمية القاضية بتسهيل خدمات استخراج الوثائق الجامعية نرى الأمور تسارت برابرس على الكند بصابقية كمينة هذه الأوبراسون كامل لا تطولت بضع دقائق حوالي 4-5 دقائق كنا كمنا كامل الإجراءات واخدنا ديبلوم تانا مبادرة جيدة جدا وسهلت بزافة للمواطن والطالب مبادرة جيدة جدا وسهلت بزافة للمواطن والطالب مبادرة يستغرق وقت طويل بيخرج سوالح والأوراق تعوه ثمنوا المجهودات اللي قادمت بهم الجامعة والإدارة الجامعية عموما هذه المنصة كذلك تساعدنا بتتبع مختلف مسارات الطالب من حيث تحبل باكالوريا أو التنازل عن الماستر أو التحويل إلى غير هذا كما تشمل عملية الرقمانة إذن معرفة مدينة توتيق ملف الطالب مثلا الشهادة أو كشوف النقاط ما هو الهدف من هذه المنصة؟ هو تتبع مسار الطالب من أول دخوله بالجامعة حتى تخرجه ومختلف العملية التي يقوم بها حتى بعد التخرج هذه الأرضية تعد إضافة للمكاسب التي حققها هذا الصرح العلمي وجهوده في تقريب المسافات ومواكبة الرهانات من أهم الخطوات والإنجازات في هذا المجال تكوين المكوينين على منصات التعليم عن بعد كمنصة مودل، تكنولوجيا الإعلام والاتصال وهناك أساتدهم بصدق التكوين بالإضافة كذلك إلى أيام تحسيسية إعلامية للطلبة عن نوعية المقيس التي تدرس عن بعد سنصل إلى دكتورة بدون ورق لتحتل جامعة وهران واحد مكانتها التاريخية ومكانتها الأصلية تجدر الإشارة إلى أن المنصات الرقمية التي تم استحداثها مؤخرا بجامعة وهران واحد عددها أربعة والتي تعد استجابة منها لتطوير المرفق العام وتقريب الإدارة من الطالب بلوغ النجاعة والفعالية في مجال التكوين والتعليم المهنيين يتوقف على مدى مواكبة مؤسسات القطاع لسوق الشغل بما يتماشى وخصوصية كل منطقة خاصة في الميدان الفلاحي الذي تراهن عليه الدولة عبد الرحمة شبه مرافقة ودعم كبيرين لقطاع التكوين المهني والتمهين للشعب الفلاحية والتي تعتبر ولاية خنشلة رائدة فيها كشعبة إنتاج التفاح وتربية الدجاج البيوض وكذل أعلاف وهذا من خلال إبرام عدة اتفاقيات في هذه المجالات هذه الاتفاقية تسمح لأعضاء ومنخرطي التعاونية في الهديث وكذلك الشبكة الواقية للبرد والتقليم والأحواض المائية والتربية المائيات التي تسمح بتطوير هذه الشعبة في هذا الاختصاص نأمل من خلاله اكتساب خبارات ومهارات تطبيقية في هذا الاختصاص وكما نأمل بعد التحصل على الشهادة في إنشاء مشاريعنا الخاصة نوصي شباب يديروهما كم الفلاحة خاطر فيها بزاف حوالي يعلموك فيها الصبر فيها كيفاش تتعلم طلع المنتوج انتا يكمليه رقمنة القطاع وتوفير يد عاملة مؤهلة تتماشى مع متطلبات العصرنة واحتياجات سوق العمل هو ما يسعى إليه قطاع التكوين المهني والتمهين للمساهمة في مسايرة المتغيرات الحاصلة بالاقتصاد الوطني سيما في مجالي الفلاحة والصناعات الغذائية تخصيص المعهد الوطني المتخصص قايس إلى شعبة الفلاحة وصناعة الأغذية الزراعية والفلاحية بكل فروعها الزراعة التكنولوجية المتعلقة بالتطوير للفلاحة وكذلك الصناعات التحويلية النباتية العطرية والطبية هياكل جديد هام بقطاع التكوين المهني والتمهين سيستفيد منها شباب خنشلاء لولوج عالم الشغل في الحركات الاقتصادية تتوفر ولاية عنابة على مقاومات ومؤهلات معتبرة ومناخ ملائم لمختلف الانشطة الصناعية مما يجعل منها قطب امتياز ونواة صلبة في مسيرة النهضة الاقتصادية خاصة مع سعي الحكومة لتذليل كل الصعب ريضة برماسين مقاومات عنابة الصناعية جعلت منها قطبا لأبرز الصناعات الثقيلة أرافقتها كفاءات وجهود لبلوغ التمييز والرياضة هذه الحقيقة الموليكيل هي مكونة من مواد مينيرال مينيرال بيز هذه مينيرال بيز حقيقة موجودة في الجزائر وهذه المينيرال في الجزائر هنا ما عرفنا كيف يستغلوها والحمد لله عندما جئت هنا للبلاد شفت القيت باللي هذه المواد موجودة فصنعت هذه الموليكيل هي جزائرية في إطار المشاريع الجديدة للفصفات بغارج بيلات عندنا طلبيات كثيرة بخصوص بعض المعدات للإستغلال والنقل بالنسبة لنا فكرنا أيضا في صناعة بعض التجهيزات التي كنا نستوردها من الخارج الكتلة الشغلة والاستقرار الاجتماعي كلها عوامل حفزت وتحفز على الاستثمار ومع النابة إلا عينات من 58 ولاية كي تشوف الرقم 200 مليار دينار في رفع المنح التقاعد إضافة لرفع الأجور هذا مجهود وطني هذا مجهود وطني لوضع المستثمرين في أرياحية مع أنتها فيه منظومة اجتماعية قوية منظومة اجتماعية متكاملة تجلب المستثمر إضافة المؤهلات المادية أرقام تترجم سعي الوصاية لتوفير المناخ الاقتصادي اللازم وعزمها على الدفع بالعجلة الاقتصادية إلى أقصى سرعة كما هو الحال بمركب الحجار فيه بعض المشاكل بعض المشاكل والمشاكل هذه الإطارات والعمال ومثلين العمال عزمين باش يتحكموا فيهم مساعدة الدولة بالأخص قطاع صناعة هل نرى موجودين باش تكون خطة عامل باش نسرع بالنهضة واللي يتكاينة وأنا متفائل كثير أهي التوليف اللازمة مناخ اقتصادي عقار صناعي وموقع استراتيجي ترافقهم يد عاملة مؤهلة تلكم هي رهانات الاقتصاد العالمي وبغرض دعم صناعة العتاد الفلاحي والتواصل مع المهنيين في الميدان نظمت أبواب مفتوحة حول المكننة واستعمال أحدث التكنولوجيات في قطاع الفلاحة في بسعا لتطوير وتحديث القطاع العين من ولاية سيدب العباس مع سفي النقنين على بعد أسابيع من انطلاق موسم الحصاد تم تنظيم أبواب مفتوحة جمعة المهنيين والمصنعين في المؤسسة الوطنية لصناعة العتاد الفلاحي بسيدب العباس من أجل الاطلاع على أحدث التعديلات التي تم وضعها على آلة الحصاد المصنوعة محليا وروننا الموديل الجدد لهم خرجوهم وروننا الموديفكاسيون واليوم مع بشولاركم شتوبوا كنا جبنا المير ميكانيسي على المستوى الوطني وميطنوا في اللاحين يطلعوا فوق المواشن ورين لهم واش الحاجة في الصحراء واش لازمنا واش يبدلوا فيها وروننا في الاستماع كنا نطلقوا في لقاءات دورية مع المثلي المؤسسة هذه لإقتراحات بعض التعديلات إقتراحات تسهيل المهام تقريب الخدمة خاصة الجهة الجنوبية بشراكة فنلندية ونسبة اندماج تتعدى السبعين بالمئة يقوم هذا المصنع بإنتاج مئات الوحدة سنويا حسب الطلب وذلك لتطوير طرق الاستغلال الزراعي الفلاح كم في حاجة إلى هذه المكننة من أجل تطوير فلاحته من أجل زيادة الإنتاج كما تعلمون القطاع الفلاحي وهو القطاع الاستراتيجي بالدرجة الأولى والقطاع المعوم العاليه خاصة في الظروف الحالية الإقليمية والدولية التي يعلمها العام والخاص يذكر أن الدولة تدعم أسعار آلات الحصاد هذه بنسبة الستين بالمئة وهي تصنع بجودة عالية ويمكن تصديرها نحو دول إفريقية هذا انطلق موسم الحصاد بولاية تيميمون وسطة أو حيث سخرت للعملية كل الإمكانات المادية والبشرية لدعم ومرافقة الفلاحين بالمنطقة دنيا نوالي من إحدى المستثمرات الفلاحية بأوغروت أنموذج ناجح في استصلاح الأرض وإنتاج الحبوب فضلا عن الدعم والمرافقة الشاملة للفلاحين بالمنطقة تسهيلات في جميع الميادين في الإدارة في الشركات على لوايسي في كل رغم يقدموا يقدموا في تسهيلات بيش الفلاحة تمشي المسار حسن حيث هذه السنة على مستوى ولاية تيميمون كان أكثر من ستلف هكتار تم زراعتها ما بين حبوب تحترش محواري وحبوب تقليدية ونحن متفائلين إن شاء الله هذا السنة بش يكون إنتاج وافير تسخير وجل الإمكانات المادية والبشرية لإنجاح موسم الحصاد والدرس إلى جانب جمع المحاصيل وتخزينها في أسرع وقت تم تسخير هذه العملية على الحصاد 28 آلة حصاد منها ثمانية التي تدعمها من طرف الديوان الجزائري المهني للحبوب وهذه داخلها في خطة عمل وزارة الفلاحة والتنمية التي فيها الريفية قرأت بسنة الماضية المساحة المزروعة عرفت زيادة بـ 25% وإن شاء الله ننتظر إنتاج يعني إجمالي هذه السنة يفوق 200 ألف قنطار مجهودة كبيرة قمت بها الدولة فيما يخص مساعدة الفلاحين وكذلك احترام المصار التقني إنجاح موسم الحصاد يدعم المخزون الوطني ويحقق الاكتفاء الذاتي والأمن الغدائي وضمن جهود الدولة لحماية الأراضي الفلاحية والغابات من الحرائق تدهلت وحدات الحماية المدنية لولاية ورغلا بالتعاون مع وحدات الجيش الوطني الشعبي مساء أمس لإخماد حريق أتى على أجزاء معتبرة من وحات النخيل بمنطقة بابسبع بقصر ورغلا وقدرت الخسائر بـ 130 نخلة مثمرة وخمسة هكتارات من العشاب دون تسجيل خسائر بشرية في الملف الصحي وتكريسا لمبدأ تقريب المنظومة الصحية من المواطن وتجنبا للاكتظاظ الذي يعرفه البستشفى الجامعي بتيزي وزو تدعمت العادة المتعددة الخدمات بتاندة بعدة تخصصات طبية للتكفل بالمرضى على المستوى الجواري المتابعة للإخضر كعوان قسم للاستعجالات الطبية بدوام كامل وست تخصصات طبية جديدة تضمن تكافل الأمثل بالمريض على مستوى العيادة المتعددة الخدمات بتاندة ترحضة إلى الأرطفوني إلى المدسان الجنرال إلى بيدياتر ترحضة إلى المدسان الجنرال الخمسة على الشيحة إلى المدسان الجنرال وفي إطار رقمنة وعصرانة القطع أطقم طبية متخصصة تعتمد منصة رقمية تضمن متابعة وفحص المرضى دورياً وبأرياحية تامة ترحضة إلى المدسان الجنرال ترحضة إلى المدسان الجنرال في استحداث تخصصات طبية جديدة تلبية لطلبات المواطنين وتأكيداً على مبدأ الصحة العمومية الجوارية وضمن أجهود الجزائر للوقاية من مخاطر المخدرات تتواصل الحملات التحسيسية بهدف توعية مختلف فئات المجتمع بخطورة الآفة والموذج عن شاب يتلقى العلاج بأحد المراكز الصحية بعد تعرضه لأزمات نفسية وعقلية جراء إدمانه للمخدرات نتابع قصته معاي كرام قفي الفضول التجريب وعناد المراهقة قادت هذا الشاب في بداية إدمانه إلى التفكير في القيام بأمور لا تخطر على البال إنسان وقع في الفخ هذا لأنه صراحة فخ مشي معانتها إطلاقا بليراه هذا الإنسان خلاص يكون ضاني ومعندوش فرصة لرجوع المجتمع الواجب أنهم يحاولوا أنهم يمدوا اليد للإنسان اللي وقع في هذا الفخ ويعطيه له البدائل ويعطيه له السبل ويعطيه له الطريق أنه يعود يرجع يندمج في المجتمع كان يدي دكتور يعطيهم الصحة يعطيه دي ديزي دي بالبزاف وكيدي كونسا يملاح نظن لازم يجيو هنا ويعاونهم بالبزاف كثيرا ما يكون الأشخاص المدمنون منعزلين عن واقعهم مدمرين لصحة أبدانهم وسلامتهم النفسية والعقلية لكن يحتاجون في المقابل إلى رعاية طبية خاصة المخدرات ما يخبرك بالليسهمة مواد تنكي أطروا على المخ بمأن أول حاجة أول منطقة أطر عليها هو المخ تنكي ديني في بالك بلي حيدير تغييرات يقدروا يعطونا أمراض كما الاكتئاب بحاولة الانتحار حتى أمراض عقلية هلوسات هذيان لأحيانا تطلب استشفاء في مصلحة الأمراض العقلية المدمن يكون مشيقا في وعيه وكي يكون مشيقا في وعيه يقدر يدير بزاف حاجات يقدر يتجه الأفات الاجتماعية وحده أخرين يقدر يتجه الإجراء نعاونه كيف يتجاوز هذه المرحلة باش يدخل في مرحلة العلاج وعلى شلال المرحلة إن شاء الله التعافي الكلي من الإدمان هذه المبادرات التحسيسية من بين الحلول التي تسهم في توعية أفراد المجتمع بضرورة تجنب المخدرات والابتعاد عنها باعتبارها سما قاتلا وبهذا في تادية شعيرة الحج في أحسن الظروف تتواصل عملية تلقيح الحجاج الميمين وفق برنامج موسع يتضمن فتح عدة نقاط صحية عبر العاصمة المتابعة لأحمد خردين ضمانا لصحة الحجاج تتواصل عملية تلقيح المقبولين في قرعة الحج لهذا العام هنا بمؤسسة الصحة الجوارية بوشنافا ببيئر مراد رايس بالعاصمة يتوفد الحجاج لأخذ اللقاحات واجتياز الفحص الطبي وسط استعدادات وتنظيم محكمين والحمد لله الظروفة تمشي وقدرنا التلقيحات ان شاء الله يبلغ المقصود جينا ان شاء الله ندير الفاكسة مسببين البيت رب يا رب ويعيشوا مولادنا ويعيشوا حبابنا ويعيشوا الأمة التاعنا في الخير في الصحة والعافية ومن أجل إنجاح هذه العملية تم تخصيص فرق متعددة تضم أطباء وأعوان شبه طبيين من أجل ضمان السير الحسن لهذه العملية كل حاجة ان شاء الله اسمه موجودة على القائمة يتقدم العيادة متعددة الخدمات الينابي يجيب الباسبورت يجيب صورة شمسية يجيب شهادة النجاح تحملي لخرج بها في القرعة ولعنده ملف طبي يجيب ملف طبي ولفاصيلة الدم وتبقى سلامة حجاجنا الميامين أولوية قصوى خاصة في ظل كثرة المخاوف من الأوبئة والأمراض المعدية خلال رحلة الحج كشفت منظمة صحة العالمية ناكوفيد 19 لم يعد يشكل حالة صحية عالمية طارئة مضيفة أنه على مدى أكثر من عام اتخذت الجائحة منحا تنازليا حيث زادت مناعة السكان في العالم من التطعيم والعدوى وتراجعت الوفيات وقل الضغط على المنظومات الصحية في مالي أعلنت السلطات المالية أن الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد سينظم في الثامن عشر جوان القادم وعلن ناطقه باسم حكومة مالي أن الهيئة الناخبة مدعوة في كل أنحاء البلاد وفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية لجمهورية مالي للبت في مشروع الدستور يعد هذا الاستفتاء الخطوة الأولى التي تمت المسادقة عليها من خلال التصويت على جدول مشاورات وإصلاحات من شأنها أن تفضي إلى انتخابات في فبراير 2024 في أشان الصحراوي احتضن برلمان نيوزيلندا اجتماعا خصصا للقضية الصحراوية وموضوع نهب ثروات الشعب الصحراوي الاجتماع تطرق إلى الخلفية التاريخية والقانونية لقضية تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية مركزا على موضوع نهب الفصفات الصحراوي من طرف الشركات النيوزيلندية والدور الذي تلعبه في إطالة النزاع وسرقة ثروات شعب يرزخ تحت الاحتلال ويتعرض لأبشع انتهاكات حقوقي الإنسان من قبل المحتل المغربية وفي المشهد بالسودان تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اليوم في الخرطوم في ثاني أيام الهدنة السابعة مسجلة معها انفجارات عنيفة هزت وسط العاصمة الخرطوم وكانت معارك ظارية قد اندلعت أمس في محيط القيادة العامة وسط الخرطوم في اشتباكات وصفت بالأعنف منذ بدء الأزمة التي تنهي اليوم أسبوعها الثالث ملك سحقي كانت أكبر البلدان العربية مساحة وهذا هو حالها اليوم معارك كر وفر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في حرب تدخل أسبوعها الرابع ليس فيها خاسر أو رابح تموقعت غالبيتها في العاصمة الخرطوم بمدنها الثلاث تعقد فيها الهدنات طارة وتخترق طارة أخرى اشتباكات متقطعة استبيحت فيها كل الطرق والأساليب المشروعة وغير المشروعة من حرب عصابات أو حرب شوارع لا فرق وفي بروتقولات الحرب تدفع الشعوب الثمن ولم يستثن السودانيون من القاعدة فبين لاجئ ومتشرد ومنكوب تشتت الشعب وقسمت وطأة الحرب البلاد التي كانت تعيش مآسي الفقر والجوع والعطش والمعالاة حتى قبل بداية الاشتباكات المنظمات الدولية والحقوقية قدمت أرقام ضخمة تنبئ بوضع إنساني كارثي فقد غادر البلاد أزيد من 200 ألف سوداني إلى دول الجوار وقتل قرابة 200 طفل وهو الاقتصاد وتعطلت التجارة الداخلية أمام أزمة السيولة واقع هبت على إثره المساعدات الدولية من كل حدب وصوب من معدات جراحية ومتطوعين فشلت الهدن المتلاحق في تهدئة الحرب في السودان وسط تلويحات بالجلوس إلى طاولة المفاوضات مفاوضات تبدع سيرة في ظل اشتباكات اليوم التي وصفت بالأعنف منذ بدايات الأزمة وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة أصيب اليوم خمسة فلسطينيين برصاص والعشرات بالاختناق بالغاز السام خلال قمع قوات الاحتلال الصهيوني مسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلي المنددة بالاستيطان وبجرائم الاحتلال الصهيوني المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني كما اعتقل الاحتلال الصهيوني ثمانية آخرين خلال حملة مدهمة بالخليل وجنين فيما يتواصل حصار أريحة لليوم الرابع عشر على التوالي في خبر الرياضة ولحساب الجولة الأخيرة من الدور الأول من كأس أمم إفريقيا للناشئين لأقل من 17 عاما يواجه في هذه الأثناء المتخب الوطني نظيره الكونغولي بملعب نيلسون موندلة في مباراة مصيرية لحسم ورقة التأهل للدور المقبل والنتيجة لحد الآن متعادلة سفر لمثله هذا ويمكنكم متابعة واللقاء على القناة الأرضية للتلفزيون الجزائرية وبملعب الشهيد حملاوي واجهه في هذه الأثناء أيضا المتخب السينيغالي متصدر المجموع الأولى نظيره الصوملي ويمكنكم متابعة المباراة مباشرة على القناة الأرضية الثانية للتلفزيون الجزائرية في كرة القدم دائما وتسوية للجولة التاسع عشرة للمحترف الأول فاز اليوم جباب الوزداد على ضيفه نادي وفاق سطيف بنتيجة هدف دون رد وسجل الهدف اللاعب براس في الدقيقة الثانية والعشرين من عمر المباراة وتسوية للجولة الثامنة عشرة من المحترف الأول فازت اليوم شبيبة القبائل على ضيفه اتحاد الجزائر بنتيجة هدف دون رد وسجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب بخنشوش في الدقيقة الثالثة والثلاثين من عمر المباراة في ألعب القوى فاز العداء الجزائري للمسافات نصف الطويلة سليمان موسى بسباق ثمانمائة متر ضمن المرحلة الأولى للطبعة الرابع عشرة لرابطة الماسية لألعاب القوى بملعب سهيم بن حمد بالدوحة في الوقت الذي دخل فيه الجزائري الثاني جمال سجاتي نائب بطل العالم للمسافة في المركز الثالث ونختم بجولة طرابية تقودنا إلى العمق الإفريقي حيث أحيى الفنان الصاعد سلطان جناوي حفلا فنيا بقاعة ابن خلدون بالجزائر العاصمة استمتع فيها الجمهور الحاضر بوصلات غنائية تراثية بمختلف لغات إفريقيا ينقلها عبدالجبار في هذا الروبرتاج كسوت أثير يقودون في جولة ماتع إلى القارة السمراء تصدح بكل لغات العمق الإفريقي كقضية تعبر الحدود وتصنع لنفسها نمطا أسيلا قائما جولة في أفريقيا حاولنا أن نمزج الموسيقى الجزائرية مع الموسيقى الأفريقية وموسيقى العصرية على قالب جزائري مئة بالمئة هذه الفكرة كانت بدينها نتمشع لها بشوية بشوية تحققناها باش نبينوا بالجزائر هي مهد الحضارة مهد الحضارة الأفريقية مسار رحلة طويلة تنطق فيها أهلة الغنبرية فتعزز الوجودة وتشد بالإهتراف بكل اللغات كان لغة نخدمه بلغة الحوصوية نخدمه باللغة البنبركية واللغة الفنانية هذه اللغات جاء يمثلوا إفريقيا الفن جزء من الكل مرآة التاريخ والحاضر والمستقبل إلى تذكير بعناوين النشرة تجسيدا لمسار الرقمنة وعصرانة المرفق العموي استحداث التطبيقية الوطنية للحالة المدنية باستغلال خصائص بطاقة التعريف الوطنية البيومترية وجامعة وهران تتعزز بأربع منصات رقمية لإضفاء نجاعة أكبر على التسيير والتحصي ودعماً لصناعة العتاد الفلاحي أبواب مفتوحة بسيدي بالعباس لتحديث المكننة والتواصل مع المهني وموسم الحصاد انطلقوا بتميمون وسط توقعات بمحصول وافر دولياً في السودان تجدد الاشتباكات وسط العاصمة الخرطوم رغم الهدنة الجديدة المعلنة وتواصل موجات النزوح الجماعي نحو دول الجوال وفي الرياضة المتخب الوطني للناشئين يواجه في هذه الأثناء نظيره الكونغولي بملعب نيلسون ماندلا في مباراة مصرية لحسم ورقة التأهل للدور المقبل شكراً لكم على طيب المتابعة تقبلوا تحياتي وتحيات الفريقين الصحفي والتقني شكراً لكم اشتركوا في القناة